محاضرة اليوم أيضاً تقع ضمن سلسلة العقل العلمي وكما قلت هناك ثمانية أبعاد للعلاقة الجدلية بين النظرية العلمية والتجربة الدقيقة ووصلنا إلى البعد السادس وهو النقد كريتيك وما زلت أتكلم عن النقد وأهميته في العلم له دور جوهري في الواقع في تطور العلم وتكلمت في الواقع في المحاضرات الست الأخيرة حول النقد مثلاً في العلم القديم ثم لدى كوبيرنيكوس ثم لدى تايكو ثم بدأت بالكلام عن النقد الذي وجهه غاليليو إلى العلم القديم وفجره من أساسه ما زلنا إذن نتكلم عن غاليليو غاليليو في الواقع حقق مارس النقد بالتلسكوب ومارس النقد أيضاً بالتجارب الفكرية وبالتجارب الحقيقية وبالتنظير الرياضي نقد العلم القديم بكامله وأتى عليه ودمره ونسفه وأقام على أساسه قاعدة العلم الهديد وبينت في الواقع جوانب متعددة لهذا النقد وصلت بالنهاية إلى قانون القصور الذاتي الذي توصل إليه قال العلم كل القصور الذاتي لم تعرف ميكانيكا أرستو الميكانيكا الأرستية لم تعرف القصور الذاتي مطلقة بالنسبة إلى العلم الأرستي أو إلى الفيزياء أرستو الجسم إذا لم تكن هنا قوى تؤثر عليه لا يتحرك القوة تولد الحركة الآن نقد قال لي له هذه الفكرة وتوصل إلى أن القوة لا تولد الحركة بحد ذاتها يعني يمكن أن يكون لدي حركة من دون أن تكون هنا قوى مؤثرة على الجسم وإنما القوة تولد التسارع هذه في الواقع ولو أنه فيما بعد نيوتون عممها وكوننها لكن في الواقع أول من اكتشف هذه الحقيقة كان قال لي فقال ليه من هون يعني أيضا اكتشف أن للأجسام قصورا ذاتيا تجعلها تحافظ على حالتها الحركية يعني إذا كان هناك جسم يتحرك بسرعة ثابتة في خط مستقيم فإنه يميل إلى البقاء في هذه الحالة ما لم تؤثر عليه قوى خارجية فتحرفه عن هذه الحركة فهذا طبعا في غير الأهمية نسميه القصور الذاتي طبعا القصور الذاتي أيضا هو مقاومة الجسم للتغير في حالته الحركية يعني إذا كان القتلة التي تتحرك كبيرة فتكون مقاومة الجسم لأي قوة مؤثر عليه كبيرة يعني لا يحيد بسهولة عن حالته الحركية بسرعة ثابتة في خط مستقيم يعني هذه بدايات تحديد معنى الكتلة أيضا الكتلة هي مقاومة الجسم للتغيير في حالته الحركية هذا هو القصور الذاتي الميل للبقاء في حالته الحركية أو مقاومته لأي تغيير في حالته الحركية فقال إليه اكتشف هذه الظاهرة اكتشف هذه الظاهرة نقد في الواقع أريستو واكتشف هذه طبعا عبر أبحاثه في الحركة ولكن أيضا هو أراد أن يفسر شيئا مهما في نظام كوبيرنيكوس هو أصبح كوبيرنيكيا من مؤيدي نظرية كوبيرنيكوس مع أنه كان فيها إشكالات كثيرة ومبكرا تقريبا اقتنع بأن نظرية بطلميوس غير صحية ولكن كان هناك في إشكال في نظرية كوبيرنيكوس إشكال كبير في نظرية كوبيرنيكوس في أكثر من إشكال ولكن الإشكال الذي لفت النظر قال إليه كان أنه لماذا لا نشعر بحركة الأرض الآن البطلميون كانوا يقولون والأرستيون يا أخي لو كانت الأرض تتحرك بهذه السرعة حول نفسها وحول الشمس لا شعرنا بهذه الحركة ولم يقتصر ولكان الأثر لا يقتصر على الشعور وإنما كان هناك بواهر ستكون واضحة كل تجربتنا على سطح الأرض ستكون مختلفة عما نشاهده ونراه قال إليه في الواقع أراد أن يبرهم وأدرك أن هذه صعوبة في نظرية كوبيرنيكوس إذا ضللنا ملتزمين بنظرية أرستوك الحركة نظرية أرستوك الحركة التي لا تعرف القصور الذاتي والتي تظن التي ترى أن الحركة لا تتم إلا بالقوة بصورة مباشرة أي أن الجسم إذا لم يكن متحركاً معنى ذلك أنه لا تكون هناك قوة مؤثرة عليه والعكس بالعكس بمعنى أن أي حركة تفيد بأن قوة تؤثرها للجسم قال إليه في الواقع أراد أن يبين أننا لا نشعر بصورة عامة بالحركة المنتظمة لا نشعر بالحركة المنتظمة بفعل القصور الذاتي للأجساء لا نشعر بالحركة يعني الأرض قد تكون سرعتها عالية جداً ولكن لا نشعر بها نحن نشعر بالتسارع، بتغير الحركة ولا نشعر بالحركة نفسها هذه طبعاً نلاحظها في طيارة مثلاً نشعر بحركة الطيارة عندما تقلع الطيارة وعندما تهبط ولكن في هذه الأثناء عندما تكون متحركة بسرعة ثابتة في خط المستقيم لا نميز بين حالتها الحركية وبين الحالة الحركية على سطح الأرض عندما يكون هناك سكون بالنسبة إلى سطح الأرض يعني بعبارة أخرى لا نشعر بالحركة إلا إذا كانت متسارعة أما الحركة المنتظمة في خط المستقيم فلا نشعر بها قال ليليو أراد أن يبين معقولية نظام كوبانيكوس على هذا الأساس قال إننا لا نشعر بحركة الأرض هذه طبيعة الحركة التصور الذاتي يمنعني من أن أشعر بحركة الأرض أنا لا أشعر نعم بحركة الأرض صحيح طبعاً قال ليليو لم يكن يدرك أن هناك تسارع أن الأرض تتسارع في حركتها حول نفسها وحول الشمس ولكن نحن نعلم اليوم أن هذا التسارع يكون ضعيفاً جداً ولذلك لا نشعر به بصورة الأرض لكن قال ليليو بالنسبة إليه الحركة الدائرية كانت حركة طبيعية وهذا كان خطأ لديه الحركة الدائرية حركة طبيعية فقال إذا كان الجسم يتحرك حركة طبيعية فلا أشعر بسرعته لا أشعر بحركته مهما كانت كبيرة ما أشعر به هو التسارع هو التغير في الحالة الحركية وهذه الفكرة صحيحة وهذه تعود إلى فكرة القصور الذاتي فقال ليليو إذا ربط فكره الفلكي بفكره الفيزيائي الحركي بالميكانيكا فأراد في الواقع أن يبرهن على صحة نظرية كوبانيكوس ارتكازاً إلى الميكانيكا لأنه أدرك أن هذه النقطة كانت مشكلة كبيرة في نظام كوبانيكوس أنه كيف نفسر أننا لا نشعر بحركة الأرض وقال ليو جاء بالنتيجة أننا لا نشعر بحركة الأرض إذا كانت الحركة منتظمة ولكننا نشعر بها لو كانت متسارعة فهو حل هذا الإشكال قال إننا لا نشعر نعم بهذه الحركة طبعاً هون اعتمد هو في الواقع على فكرة القصور الذاتي وعلى مبدأ النسبية الذي سنتكلم عنه لاحقاً بس هذا كان اكتشاف كبير فقال ليو توصل إلى قانون القصور الذاتي يعني القانون الأول في ميكانيكا نيوتون في الواقع وهو أنه إذا لم يكن هناك قوة مؤثرة على جسم فإنه إما أن يكون ساكناً وإما أن يتحرك بسرعة ثابتة في خط مستقيم أو إذا كان الجسم يتحرك بسرعة ثابتة في خط مستقيم فمعنى ذلك أنه ليس هناك قوة مؤثرة عليه أو على الأقل أن مجموع القوة المؤثرة عليه تكون صفراً وأن هذا الجسم يظل في هذه الحركة ما لم تؤثر عليه قوة خارجية فتحرفه عن حركته هذا القانون صاغه بلليه ولكن صياغته لم تكن دقيقة والفكرة صحيحة أن الحركة الطبيعية لا نشعر بها أن الحركة الطبيعية مثلها مثل السكون لا تختلف من حيث الجوهر عن السكون حالة السكون ولكن قليلا يظن أن الحركة الطبيعية هي في دائرة الحركة الدائرية الحركة الدائرية بالنسبة إليه هذه هي الحركة الطبيعية وليست الحركة في خط مستقيم الحركة الدائرية هي الحركة الطبيعية مدام الجسم يتحرك في دائرة مثل الأرض مثلا تتحرك في دائرة هكذا كان يظن حول الشمس معنى ذلك أننا نشعر في هذه الحركة تكون الحركة الطبيعية تكون السرعة ثابتة ولكن في مدار دائري طبعا فيما بعد تبين أن الحركة الدائرية تنطوي على التسارع كما بينا نيوتون وهوك لاحقا ولكن بالنسبة إلى غاليليو لم يكن هناك تسارع في الحركة الدائرية لم يدرك أن هناك تسارع في الحركة الدائرية من الذي نقد هذه الفكرة لدى غاليليو؟ ديكارت في الواقع الذي ولد عام 1596 وتوفي عام 1650 يعني بعد غاليليو بقليل ديكارت في الواقع نقد هذه الفكرة عند غاليليو قال أن الحركة الدائرية ليست هي الحركة الطبيعية الحركة الطبيعية هي الحركة بسرعة ثابتة في خط مستقيم فهو أول من صاغ قانون القصور الذاتي بدقة في الواقع أما غاليليو هو صاحب الفكرة أصل غاليليو توصل إذن إلى هذه الفكرة ناسفا في زياء أرسك بيّن أن القوة لا تولد الحركة وإنما تولد التغير في الحركة وهذه الفكرة هي الفكرة التي قامت على أساسها ميكانيكا نيوتون ميكانيكا الكلاسيكية كلها هذا كان اكتشاف كبير لدى غاليليو لهو اكتشاف القصور الذاتي وهذا ساعده حتى في اكتشاف قانون القذائف وحتى في اكتشاف قانون السقوط الحرم ولكن بشكل خاص قانون القذائف دخل قانون القذائف في الواقع يعني هو طبعاً حلل السرعة إلى مركبتين مركبة عمودية ومركبة أفقية وقال إن المركبة العمودية هي متسارعة أما المركبة الأخرى المركبة الأفقية فهي لا تتغير هي منتظمة لا تتغير مدام ما فيش قوى أفقية تؤثر فتظل على حالها لاحظوا قانون القصور الذاتي دخل حتى في برهانه على أن القذيفة تتحرك في مسار من القطع المكافئ ترابنا كل مترابط مع بعضه بعضاً ولكن قانون القصور الذاتي هذا أحدث ثورة هو الذي مهد لميكانيكا نيوتون في الواقع ونيوتون أدرك هذا الكلام وذكر هذه المسألة في مقدمة كتابه المبادئ الرياضية للفلسطة الطبيعية فهذا كان اكتشاف كبير جداً لقاليليو في الواقع فكرة القصور الذاتي لأنه نسفت كل نظرية الحركة لدى أرستو وجاءت داعمة لنظام كوبانيكوس بيّنت أنه ليس غريباً أن الأرض تتحرك حسب الميكانيكا المفروض أن لا نشعر بحركة الأرض طبعاً هو لم يدرك أن الحركة الدائرية تتسارع لو أدرك أن الحركة الدائرية فيها تسارع ربما لا تراجع عن كل اكتشافه من حسن الحظ أنه أخطأ فظن أن الحركة الدائرية لا تنطوي على تسارع ولكن نحن نعلم أن هناك تسارعاً ولكن التسارع إذا نحسبه يكون قليلاً فلا نشعر به نحن نشعر بالتسارع ولكن لأن التسارع الأرض يكون قليلاً لا نشعر به وطبعاً الأصل عند قليلايو أننا لا نشعر بسرعة إذا كانت سرعة منتظمة أي وإذا كانت الحركة في دائرة هذا كانت تصور قليلايو وهو طبعاً بنقده طبعاً فيه كان تمهيدي فكرة القصور الذاتية حتى عند ابن سيناء كان فيه بواكير وعند البيروني كان فيه نوع من الشعور بالقصور الذاتية ونفس الشيء ابن باجة وربما ابن باركات البغدادي ونفس الشيء عند علماء العصر الوسيط في أوروبا ولكن كانت مجرد إرحاصات مجرد إماءات ولكن قليلايو هو الذي صاغ الفكرة بصورة واضحة وطبقها ودعم بها نظام كوبيرنيكوس نقد قليلايو كان هائلاً في هذا المجال طبعاً قليلايو تصور أنه قيل لماذا إذن الأجسام تتحرك ثم تسكن هو عدل هذه اللحظة نظرة نظرة أخرى يعني كان الأرسطيون كانوا يقولون أنه أنتم لماذا يتوقف الجسم لا بالعكس تماماً أنه لماذا يتحرك لبرها الجسم يعني إذا دفعت جسم على سطح خشن مثلاً أنه يتحرك قليلاً ثم يتوقف الأرسطيون نمط تفكيرهم كان أنه لماذا لماذا يتحرك الجسم بعد أن بعد من شيل القوة عنه يعني أنا أؤثر عليه بقوة لحظية سريعة فيتحرك الجسم ولكنه يسكن بعد حين الآن بالنسبة للأرسطيين لم يكن سكونه أو توقفه هو المشكلة وإنما حركته كانت هي المشكلة في المقام الأول لأن أرسطي رأى أن أي حركة تستلزم قوة أين راحت القوة؟ يعني أنا دفعت هذا الجسم فتحرك حتى بعد أن انتهى تأثير القوة عليه ظلوا يتحرك ثم توقف في الأرسطيون هذه كانت مشكلتهم مشكلتهم كانت أنه لماذا يتحرك الجسم لبرها مهما كانت وجيزة ثم يتوقف قال إليه نظر نظرة أخرى قال لا لماذا يتوقف الجسم؟ الأصل أن يظل الجسم متحركا بسرعة ثابتة في خط مستقيم هذا شعور بالقصور الذاتي ولكن كيف فسرها قال إليه؟ قال إن قوة الاحتكاك طبعا هذا رأي صحيح قوة الاحتكاك لو لا الاحتكاك نحن بدأ يميز ما بين العوامل ما بين الضروري والعرضي في الظاهرة قال إنه الاحتكاك هو الذي يؤدي إلى التوقف لأنه يعاند يعارض الحركة لأصل أن يستمر الجسم في حركته إلى أن تؤثر عليه قوة خارجية فهو قال لذلك الجسم يتوقف لأن هناك احتكاك لو لم يكن هناك احتكاك لحظوا هذا التفكير المختلف لو لم يكن هناك احتكاك بالنسبة إليه الاحتكاك ليس ضروريا يمكن أن يكون هناك حالات لا يكون فيها احتكاك وهذا صحيح لو لم يكن هناك احتكاك لستمر الجسم في حركته ولكن يبرهن على ذلك استعمل السطح المائل المالس سطح مائل مالس نحن نعلم أنه هذا السطح نحن نفرض لديه سطح مائل تتحرج عليه كرة ثم تصعد الكرة على سطح المائل مقابل فتصل إلى الارتفاع ذاته قال طيب مهما أغير زاوية السطح الثاني نفس الارتفاع تصل الكرة تقريبا للارتفاع ذاته الذي بدأت به فإذا لذلك إذا خفضت الزاوية زاوية الزاوية السطح الثاني بالنسبة إلى الخط الأفقي إذا ظللت أخفضت الزاوية فإنه الجسم يقطع مسافة أكبر لكي يصل إلى الارتفاع نفسه فكلما خفضت الزاوية تكون المسافة أبعد وأبعد وأبعد يعني يقطع مسافة تقطع الكرة مسافة أكبر فقال إذن إذا خفضت الزاوية إلى الصفر أي إذا حصلت على سطح غير مائل أي على سطح أفقي وكان مالسا جدا معنى ذلك أن الكرة ستظل تتحرك ستظل تتحرك لمسافة طويلة ولأنه يكون هناك بعض الاحتكاك بالنهاية تتوقف ولكن لو لم يكن هناك لو كان السطح مالسا مئة بالمئة فمن أن واضح أن الكرة ستظل تتحرك بالسرعة ذاتها في خط مستقيم إلى إلى الأبد هكذا صاغ قانون القصور الذاتي نظر من زاوية ثانية نفس المشكلة عند أرستو ولكن نظر إليها من زاوية أخرى هذه تحصل كثيرا حصلت في العلم أكثر من مرة مع غاليليو وحصلت وحصلت مع أينشتاين الذي نظر إلى بعض التجارب التقليدية ولكن بطريقة جديدة فتحت أمامه أفاقا جديدة زاوية النظر مهمة جدا عند العالم العالم المتمكن العالم العظيم في الواقع يلحظ يغير زاوية النظر يكون يعني يبتكر زاوية نظر جديدة تقوده إلى أفاق جديدة هكذا فعل غاليليو في الواقع فغاليليو تحييد الاحتكاك وتحييد مقاومة الهواء هو الذي قاده إلى القوانين الصحيحة وإلى هذا المبدأ العظيم مبدأ القصور الذاتي طبعا غاليليو أيضا يعزى إليه مبدأ النسبية الذي عممه آنشتان في مطلع الخن العشرين ولكن النسبية وتصور الأمور كلا قال لنفرض أنه لدي أنا واقف على الشرط ولدي قارب أو سفينة تتحرق بالنسبة إليه على سطح الماء في خط مستقيم ولكن بسرعة ثابتة طبعا هذا وضع مثالي السفينة عادة تهتز مثلا وقال أنه لنفرض أن لدي سفينة لا تهتز وتتحرك بسرعة ثابتة في خط مستقيم لاحظوا نمط التفكير المثالي عند العالم لاحظوا التجربة الفكرية هذه تجربة فكرية لم يقم بها قال في هذه الحالة يسير القارب في سرعة ولنفرض أن شخصا في داخل الكرة في داخل السفينة ولا ينظر إلى خارجه ليس هناك مثلا نوافذ يقوم بعمل تجارب مثلا يرمي الكرة إلى أعلى ثم يرى عموديا إلى أعلى ويرى أين ترتطم بالأرضية وكل التجارب الميكانيكية الأخرى يمكن أن يجريها قال سيجد الشخصان أن القوانين نفسها تنطبق في هذا مرجع الإسناد الشط ومرجع الإسناد السفينة المتحركة نفس الشيء يعني لا يستطيع الذي يكون في السفينة لا يستطيع أن يقرر ما إذا كان على الشط أو في السفينة من التجارب التي يجريها في داخل السفينة فإذن هذان المرجعان متكافئان تماما نفس القوانين نفس الظواهر ليس هناك أي اختلاف لا نستطيع أن نستدل على حركة السفينة من أي ظاهرة ومن أي تجربة نجريها في السفينة هذه ذكرها قال إليه في كتاباته هذا هو مبدأ النسبية أن مراجع الإسناد القصورية أي التي تتحرك بسرع ثابتة في خط المستقيم بنسبة إلى بعضها بعضا لا نستطيع أن نميز بينها ولا نستطيع أن نستدل على حركتها على حركة مطلقة كلها مكافئة لبعضها بعضا وقونين الطبيعة لا تتغير إذا انتقلنا من مرجع إسناد قصوري إلى آخر هذا هو مبدأ قال إليليو مبدأ نسبية قال إليليو وهو المبدأ الذي أخذه آنشتاين لاحقا وعممه نظرية سبية خاصة فهذا أيضا كان اكتشاف كبير نقد في الواقع نقد لميكانيكا أرستو هذه الظائرة مش موجودة في ميكانيكا أرستو ولكن هو عارض ميكانيكا أرستو وقال ليس لدي حركة مطلقة لاحظ هذه الملاحظات ومن ضمن طبعا أنا سبق وذكرت أيضا أنه اكتشف أن الأجسام كلها تسقط على سطح الأرض بالكيفية ذاتها إذا أهملنا مقاومة الهواء بمعنى أنها تتسارح بالكيفية ذاتها وتسقط بالكيفية ذاتها بصرف النظر عن كتلها هذا طبعا فيما بعد آنشتان أخذ هذا المبدأ وعممه عام 1907 فيما أخذ يعرف لمبدأ التكافر الذي شكل أساسا لنظرية نسبية العامة هذا سبق وذكرت هذه المسألة في محاضرات سابقة ويمكن أن أتطرق إليها في محاضرات لاحقة ولكن فهكذا إذن النقد الدور الذي أداه لدى غاليليو طبعا النتيجة نتيجة هذا النقد كان تحطيم الميكانيكا القديمة والعلم القديم كله تقريبا كله دمره قال إليه في الواقع وأقام على أساسي ومش بس دمره وإنما في الوقت ذاته أقام على أساسي قاعدة العلم الحديد منهجيا ومبادئ من حيث المنهج والمبادئ فالمرة القادمة قد تطرق إلى ديكارت ونيوتون سأتطرق إلى ديكارت ونيوتون ولايبنتس والدور الذي أداه النقد في عملهم العلمي والفكري فإلى اللقاء في محاضرة قادمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر